الحقيقة من التصريحات السيد وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي يوم الثلاثاء الماضي وكنا نعشناها في هذا البرنامج عن أفكاره للمرحلة المقبلة ومنها حوكمة ما أسماه بحوكمة الدروس الخصوصية وحوكمة السناتر وأنه يبقى فيه شركات حكومية تقنن هذه السناتر واللي عايز يفتح سنتر لتقديم الدروس الخصوصية يروح للشركة ويقنن أوضاعها والمدرس اللي عايز يدرس حتى لو ما كانش تربوي أو خريكه ليه التربية طالما أنه هو يعني مؤهل ما عرفش مؤهل إزاي مهم أنه هو يقدر ياخد ترخيص بالتدريس صفق البرلمان وقتها ولما سألنا وكان ضيفنا النائب ياسر عمر قال أيوه هذا اعتراف بقضية يعني واقعية ووضع واقعي بدل ما نغمي عينينا يعني ونشوف ما مننظرش إلى الواقع ولكن بعدها بقى شوفنا طلبات إحاطة وراء بعض وناس حياة مستغربة طب يا جماعة طلبات إحاطة طب لماذا لم تتقدموا يعني إحنا سمعنا تصفيق وترحيب بأز الوزير وده شيء جيد يعني إحنا بنبقى سعداء لما يبقى فيه اتفاق بين الحكومة والبرلمان صحيح دايما البرلمان هو المفروض يكون الرقيب ولكن قلنا علاقة جيدة مش تمام ولكن صفق البرلمان ثم بعد ذلك بدأ الطلبات إحاطة طب يا جماعة ما تكلمتوش ليه وسط الجلسة العامة وهو ده السؤال الحقيقة لازم نسأله للنائب محمود آسم عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن لأنه الحقيقة الانطباعي اللي طالع أن البرلمان كله سعيد وأن البرلمان موافق على السناتر وأنه موافق على الدروس الخصوصية وأن خطة الوزير عجباء تمام يعني